حدثنا محمد بن جعفر غنضر ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الحجاج بن أرطاطة عن محمد بن سليمان عن عمه قال ابن أبي زائدة سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة من العنصار يريد أن ينظر إليها قال ابن أبي زائدة بثينة ابنة الضحاك يريد أن ينظر إليها فقلت أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلبي امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا حجاج بن أرطاطة أرطاطة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة ابنة الضحاك أخت أبي جبيرة بن الضحاك وهي على إجهار لهم فذكر الحديثة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة ابن ذئب أن أبا بكر رضي الله عنه قال هل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقام المغيرة بن شعبة فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدوس فقال هل سمع ذلك معك أحد فقام محمد بن مسلمة فقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدوس فأعطاها أبو بكر السدوس حسنا زيد بن الحباب قال أخبرني سهد بن أبي الصلت قال سمعت الحسن يقول إن علي بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال ما خلفك عن هذا الأمر قال دفع إلي ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيفا فقال قاتل به ما قوتل العدو فإذا رأيت الناس يقتل بعضهم بعضا فعمد به إلى صخرة فاضربه بها ثم الزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة قال خلوا عنه حسنا إسحاق بن سليمان يعني الرازية قال سمعت مالك بن أنس وإسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن الزهري عن عثمان بن خرشة قال أبي وقال إسحاق بن عيسى عن عثمان بن خرشة قال عبد الله وحدثنا مصعب الزبيري عن مالك مثله فقال عثمان بن إسحاق بن خرشة من بني عامري بن لؤي ولم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك عن قبيصة بن ذئيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل؟ جعل لها السدوسة فقال من يشهد معك أو من يعلم معك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فأنفذه لها وقال إسحاق بن عيسى هل معك غيرك؟ حسنا وكيع عن ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول إذا قذف الله عز وجل في قلب أمر إن خطبة أمرأة فلا بأس أن ينظر إليها حان عبد الصمد حدثنا زياد بن مسلمين أبو عمر حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال بعثنا يزيد بن معاوية إلى أبن الزبير فلما قدمت المدينة دخلت على فلاء النسية زياد اسمه فقال إن الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى فقال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أدركت شيئا من هذه الفتن فأعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم قعد في بيتك قال فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع فإن دخل عليك المخدع فاجثوا على ركبتيك وقلبوا بإثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقد كسرت حد سيفي وقعدت في بيتي